مدى الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم قام الرئيس عبدالفتاح سيسي بجولة تفقدية للكلية الحربية رافقوا خلالها الفريق أول محمد زكي القائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية والفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب قوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة قوات المسلحة وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن الجولة التفقدية تأتي في إطار حرص الرئيس السيسي على متابعة برامج التدريب والتأهيل والإعداد البدني والمهاري المختلفة لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية وقد شاهد الرئيس السيسي عددا من الأنشطة التدريبية لطلبة الكلية الحربية والتي بدأت بأنشطة رياضية تضمنت تمرينات الكفاءة البدنية والدراجات الهوائية التي يقوم بها الطلبة بأدائها بشكل يومي خلال تواجدهم بالكلية أظهرت مدى ما يتمتع به طلبة الكلية الحربية من قدرات بدنية عالية حيث أشهد الرئيس السيسي بما شاهده خلال الزيارة من قدرات وكفاءة عالية لطلبة الكلية الحربية كما التقى الرئيس السيسي بعدد من طلبة الكلية الحربية وناقشهم في العديد من الموضوعات واستمع لأرأيهم واستفساراتهم المختلفة تجري مصر اتصالات النام مكثفة على مدار الساعة بغية احتواء الوضع في غزة وأكدت وزارة الخارجية أن الاتصالات تهدف إلى العمل على التهدئة والحفاظ على الأرواح والممتلكات ثمنت وزارة الخارجية الفلسطينية الجهود المصرية المبذولة لوقف القصف والتصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بسرعة التحرك لإجبار إسرائيل على وقف ممارستها فورا محملة الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة والمباشرة عن الممارسات التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني كما طالبت الأمين العام للأمم المتحدة بسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني أدانت جامعة دول العربية بأشد العبارات القصف الإسرائيلي على قطاع غزة وحملت الجامعة العربية سلطات إسرائيلية كاملة المسئولية عن هذه الممارسات وتداعياتها ودعت المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان للتحرك الفوري والفاعل لوقف هذا الاعتداء وتوفير نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني بتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة كما أدانا للبرلمان العربي بأشد العبارات القصف الإسرائيلي على قطاع غزة واستهداف المدنيين العزل وحمل البرلمان العربية سلطات إسرائيلية تبعات هذا التصعيد الخطير ضد الشعب الفلسطيني وقصفها بالطائرات أهدافا مدنية بقطاع غزة ودع البرلمان العربي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذا التصعيد والممارسات على الشعب الفلسطيني الأعزل وعلى الأطفال والنساء وتوفير الحماية المدنية لهم وسط حج جماهيري ضخم وبعد توقف استمر عامين انطلقت فعليات مهرجان المصرح الروماني بمنطقة كوم الدكة بالأسكندرية والذي تنظم دار الأوبرا المصرية يأتي ذلك في إطار جهود الدولة في إعداد برامج مميزة لأنشطة متعددة ومتنوعة تقام في مختلف أرجاء مصر تهدف إلى أعادة تشكيل الوعي والارتقاء بالوجدان فضلا عن تكثيف الفعاليات في المناطق السحلية نظرا لطبيعتها الجاذبة للجمهور من مختلف المحافظات وذلك سعيا لنشر التنوير وتحقيق العدالة الثقافية وتوصيل المنتج الثقافي للدولة إلى جميع أبناء الوطن ورياضيا حققت زمالك انتصارا ثمينا على مضيفه الجونة بنتيجة أربعة واحد في المباراة التي جمعتهما على ملعب خالد بشارة ضمن منافسة الجولة التاسعة والعشرين من عمر الدوري الممتاز لكرة القدم واقترب الزمالك بهذا الفوز الكبير من التتويق بلقب الدوري الممتاز للمرة الرابعة عشر في تاريخ النادي وللموسم الثاني على التولية ورفع الفوز رصيد الزمالك إلى تسعة وستين نقطة ليعزز موقعه في صدارة جدول الدوري الممتاز بفارق عشر نقاط كاملة عن برمز صاحب المركز الثاني ختم مجزء الثامنة فاصل وعود لحضركم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر